على مدى 25 عام دأبت نانسي على حضور مهرجان الأمريكيين الأسرينين عارضة بضاعتها التقليدية التي تصنعها بيديها لكنها تقول إن هذه السنة هي آخر سنة تحضر فيها بسبب التقاعد أحضر هذا المهرجان منذ 25 سنة وهذه آخر سنة لي لأنني سأتقاعد أتمنى أن يعتنق الجيل الجديد ثقافتنا وتراثنا هذه الرماح والأدوات التقليدية جزء هام من إرث السكان الأصليين في الولايات المتحدة كما أن للريش دلالة ورمزية خاصة لدينا يعتقد على نطاق واسع وسط السكان الأصليين أن الريش يدل على العلاقة مع الخالق إن الريشة بالنسبة لنا ترمز إلى الشرف الرفيع والقوة والحكمة والثقة والحرية وينظر إليها على أنها هدية من السماء لذلك يتغر ريش على ثقافتنا وألبستنا هذا المهرجان الذي شاهد إقبال الكثير من الأمريكيين يحتفل منظموه بالعيد الخمسين منذ إنشائه هذا مهرجان الأمريكيين الأصليين لدينا أدوات حرفية معروضة رقصات خاصة بنا إضافة إلى الأكل والتعرف على عاداتنا القديمة نأمل أن تحافظ الأجيال الجديدة على إرث أجدادنا لذلك نحاول إشراكهم في هذه المهرجانات وإشراكهم في كل خطوة نقوم بها الأمريكيون الأصليون عانوا كثيرا لكن تحسنت أوضاعهم ولو أن هناك دائما تحديات تواجهنا ومثل كثير من الولايات الجنوبية تعيش في فلوريدا العديد من قبائل الأمريكيين الأصليين الذين يحتفلون بإرثهم عبر مهرجانات يطلق عليها اسم باواو وهي رقصة مشهورة لديهم ريدا بوشفر الحرة في فلوريدا